تابعيني الكرام أهلاً ومرحباً بكم في حلقة جديدة النهاردة هنعمل مقارنة ما بين طقم الأسنان المطاطي المارين السيليكون أو الفلكسبل أو الفالبلاست أو الفلكس كل دي مسميات للطقم المطاطي وما بين طقم الأسنان الأكريليك ريزن العادي لما كان دايماً حد بيسألني مين الأفضل طقم الأسنان العادي ولا المطاطي كنت دايماً أبعت لهم حلقة طقم الأسنان العادي وسلسلة حلقات الطقم المطاطي بهم ومميزاتهم وعيوبهم ويبتدوا يقارنوا ما بينهم علشان ياخدوا القرار السليم ولكن ناس كتير طلبت مني أني أنا أعملهم في حلقة واحدة بنقارن ما بينهم نقاط الضعف ونقاط القوة ومين أحسن من التاني وناخد إزاي قرار السليم ده اللي هنعمله في الحلقة النهاردة وكمان هنقول النوع المتطور من المطاطي المرن اللي ممكن يتغلب على المشاكل أو عيوب المطاطي المرن خليكم معنا أول حاجة في نقطة المقارنة هنقول الأول أن طقم الأسنان العادي الأكريلي كريزن العادي بيبقى مصنوع من مواد أكريلي كريزن العادية خالص مش دخله أي مواد مطاطية ولا أي مواد مرنة لكن طقم السيليكون أو المطاطي المرن بيبقى دخله نسبة نيلون وده اللي بيعطيله أو بيديله درجة مرونة أو فليكسبيلتي لطقم الأسنان وده ممكن يتعامل منه طبعا طقم أسنان كامل أو طقم أسنان جزئي الاتنين ممكن يتعامل منهم طقم أسنان كامل أو جزئي متحرك تعالوا نقارن بالنسبة لتآكل العزام طبعا طقم الأسنان العادي الأكريلي كريزن بيبقى صلب شوية يعني ممكن مع الضغط والاستخدام بيعمل طبعا مع الوقت تآكل في عزام الفك بيبتجي الطقم يوسع ممكن نحتاج بطانة بعد كده أو لاصق لطقم الأسنان أيا كان فهو ما بيبقاش حنين قوي على العضم وبيعمل لي طبعا شوية تآكل في عزام الفك طقم الأسنان المطاطي المرن طبعا بيبقى فيه درجة مرونة بيبقى حنين شوية على اللثة وحنين شوية على العضم وبيمتص الصدمات بتاعة المضغ وقوة الأكل والمضغ فبالتالي بيقلل شوية من تآكل عزام الفك طبعا عزام الفك بتتآكل كده كده مع الوقت ولكن طقم الأسنان المطاطي المرن نقدر نقول إنه هو حنين شوية على العزام بالنسبة للتعود على الطقم التعود على الطقم بالنسبة للأكريلي كريزن بياخد وقت أطول من الطقم المطاطي المرن للتعود عليه لإنه طبعا بيبقى صلب شوية وناشف شوية والمريض بيبقى حاسس بيه أكتر وبياخد وقت أكتر إن المريض يتعود فيه على الكلام والنطق والحروف والكلام ده كله بالنسبة للطقم المطاطي المرن طبعا التعود عليه بيبقى أسرع شوية بيحتاج طبعا فترة تعود ولكن المريض بيبقى متقبله أسرع بيبقى مارن وطري شوية المريض متقبله نفسيا متقبله في الشكل يقدر يأكل به ويبتدي يتكلم به أسرع شوية من الطقم العادي بالنسبة لظهور القرح والالتهابات طقم الأسنان طبعا الأكريلك ريزن ممكن يطلع لي شوية قرح شوية التهابات في الفم جروح قطع في اللثة كل الحاجات دي بتبقى طبعا أشد شوية في الطقم العادي الأكريلك ريزن ولكن بالنسبة للطقم المطاطي المارن زي ما بنقول بيبقى في درجة مرونة وحنين شوية على اللثة فبالتالي نسبة القرح والالتهابات والجروح والقطع بيبقى قليل شوية أو مش قوي قوي زي الأكريلك ريزن العادي بالنسبة للكسور يعني لو الطقم اتكسر الطقم الأكريلك ريزن طبعا هو صلب فمعرض أكتر أنه يتكسر يعني لما بيقع بممكن نسبة احتمالية الكسور فيه عالية لأنه طبعا معمول من مواد ما هيش مطاطية ما هيش مارنة فطبعا لو أنا شخص كبير أو إيدي بتتريعش أو مش قادر أمسك الحاجة أو عايش لوحدي يستحسن طبعا أني أعمل شفت أو أبتدي أتفكر فيه الطقم الأسنان المطاطي المارن لأنه طبعا فيه درجة مرونة ويدخله نسبة نيلون فلما بيقع ممكن يتكسر طبعا ولكن نسب احتمالات الكسر بتبقى أقل شوية مع الحاجة المطاطية المارنة اللي هي بتمتص الصدمات زي ما أنتم عارفين بالنسبة لإصلاح الكسور طقم الأسنان الأكرالي كريزن هو فيه ميزة إنه هو لما بيتكسر بسهولة جدا جدا ممكن أروح به للطبيب والطبيب بيبعثوا للمعمل وسهل جدا إصلاح الكسور والشروخ بيبقى ببساطة جدا وأغلب المعامل طبعا بتصلح طقم الأسنان الأكرالي كريزن التقليدي العادي بسعر بسيط وبيبقى سهل جدا أما بالنسبة لطقم الأسنان المطاطي المارن فالكسور فيه بيبقى إصلاحها صعب وكتير جدا من المعامل ما بتقدرش تصلح طقم الأسنان المطاطي المارن ولو صلحته بتبقى إصلاح فاشل وضعيف وممكن يتكسر تاني مع الوقت معامل قليلة جدا جدا أو نادر وجودها اللي ممكن تصلح طقم الأسنان المطاطي المارن التقليدي لأن فيه نوع هنتكلم عليه في الآخر بيتغلب على مشاكل طقم الأسنان المارن بالنسبة لطبتين الطقم طبتين الطقم يعني بحط له بطانة عشان لما الطقم يوسع بسبب تأكل عظام الفك أحط له بطانة علشان يبتدي يدي أو يمسك تاني طيب بالنسبة لطقم الأسنان الأكريليك ريزن العادي سهل جدا أنه لما يوسع أوديه للطبيب والطبيب بيرسله للمعمل أو بيعمل الطبتين عنده فيه العيادة سهل جدا بيقبل الطبتين بكل سهولة وبيتبطن بسعر رخيص والبطانة بتبقى نجحة إلى حد كبير بالنسبة لطقم الأسنان المطاطي المارن بيبقى طبتينه برضو صعب ومش أي معامل بتعمله والبطانة لو اتعملت بتبقى مش نجحة قوي مع معظم المعامل يعني طقم الأسنان المطاطي لا يقبل البطانة بنجاح زي طقم الأسنان الأكريليك ريزن التقليدي العادي بالنسبة للإضافة يعني لو أنا مثلا عامل تركيبة جزئية من الأكريليك ريزن العادي لو أنا خلعت درس أو سنة بعد ما عملت التركيبة وعايز أضفها على التركيبة يعني أعوض السنتين دول وأزودهم على التركيبة الأديمة اللي عندي سهل جدا أن بروح للطبيب بياخد لي مقاسات ويبعتها للمعمل يرجع الطقم أو التركيبة الجزئية متضف لها السنتين اللي أنا خلعتهم فهو يقبل الإضافة بسهولة جدا والإضافة بتبقى نجحة فيه وبيبقى رابطة كيميائية قوية جدا ما بين طقم الأسنان القديم وما بين السنتين أو التلاتة اللي تخلعوا وأضفتهم على التركيبة أما طقم الأسنان المطاطي المرن بيبقى صعب الإضافة فيه بتبقى رابطة ضعيفة جدا معرضة إن هي تتكسر ومعرضة إن هي تتفك يعني بتبقى البطانة في 90% من المعامل بيبقى الإضافة صعبة والإضافة بتبقى إلى حد كبير فشلة ومش نجحة ونقدر نقول إن طقم الأسنان المطاطي المرن اللي دخله نسبة نيلون لا يقبل الإضافة بالنسبة للنظافة طقم الأسنان العادي وطقم الأسنان المطاطي المرن اللي اتنين طبعا بيحتاجوا روتين يومي وأسبوعي علشان تنظيف الطقم ولكن نقدر نقول إن طقم الأسنان المطاطي المرن للأسف شوية عشان هو مرن ودخله نسبة نيلون فبيجمع صبغات أكتر وبيجمع ألوان أكتر من الفم لو أنا بشرب كوكاكولا تبسي شاي قهوة نسكافيلا تي كابتشينو شوكولاتة غمقة بيلقط الألوان جامد ولو أنا مدخن رغم إن التدخين ممنوع مع الطقم لو أنا مدخن برضو طقم الأسنان المطاطي المرن بيلقط صبغات أكتر من الطقم العادي فالطقم المطاطي المرن هيحتاج مني نظافة أكتر من الطقم العادي ومتابعة دايما إن كل ما أشرب حاجة لازم أنضف الطقم على طول ده طبعا مع الاتنين ولكن أنا بقول إن طقم الأسنان المطاطي المرن لأنه فيه نسبة مرونة ودخله نسبة سيليكون أو نسبة نيلون بيلقط الصبغات وبيلقط الروائح أكتر من الطقم العادي لنسبة الشكل الجمالي طقم الأسنان الأكريلي كريزن التقليدي العادي بيبقى شكله جميل وشكله مردي جدا ممكن نعمله درجة شفافية ممكن ناخد درجة شكل ولون الأسنان بطريقة سليمة مع الطبيب ممكن ناخد درجة اللثة أو لون اللثة في منها لثة غمق شوية بينك غامق بينك فاتح وبتضاف لها زي شبه الشعيرات الدموية لو المعمل يعني متطور وبيجيب الحاجات دي تيديني شكل طبيعي أكتر بالنسبة لطقم المطاطي المارين كتير من المرضى بيقولوا أن بالنسبة لهم شكله مردي أكتر أو شكله جمالي أكتر أو في نسبة شفافية أعلى بالنسبة للعمر الإفترادي لطقم الأسنان العادي الأكريلي كريزن هو ممكن يعيش معايا سبع سنين عشر سنين اتناشر سنة يعني لو أنا مهتم بالطقم وبنظفه وبعمله سيانة ولو في حاجة مشروخة بصلحها دايما مهتم بي وبعمله سيانة وزيارة دورية مع الطبيب ممكن يعيش فترات طويلة جدا لو أنا مهتم بي أما طقم الأسنان المطاطي المارين حتى لو أنا مهتم بي جدا لازم أن احنا نغيره على الأقل كل خمس سنين يتغير مرة حتى لو أنا شايف شكله جميل وشكله كويس ونفوش كسور هو بيبقى الماتيريال من جوام جمع بكتيريا أو روائح أو مشاكل فبالأفضل إن إحنا بنغير طقم الأسنان المطاطي المارين على الأكثر قوي كل 5-6 سنين يستحسن إن إحنا نغير طقم الأسنان المطاطي المارين فهنقدر نقول إن طاقم الأسنان الأكريلي كريزن بيعيش أكتر من طاقم الأسنان المطاطي المرين بالنسبة للسعر طاقم الأسنان الأكريلي كريزن التقليدي العادي طبعاً سعره فيه متناول الجميع هو من أرخص أنواع الأطقم من أكثر الأطقم اقتصادية وسهلة وبسيطة ومتاحة أما طاقم الأسنان المطاطي المرين نتيجة طبعاً لإنه حديث ودخله نسبة نيلون ومحتاج تكنيك خاص في المعمل ولي بعض المميزات أو زي ما بنقول نازل موضة أو ترند فبالتالي بيبقى طبعاً سعره أغلى شوية من الطاقم العادي التقليدي من المقارنة اللي أنا قلتها طبعاً نقدر نقرر على حسب متطلباتنا يعني لو مثلاً أنا شخصي يجي بتتريعش قوي ودايماً أنا هعمل لكم اختبار دلوقتي لو أنا في الأخذ القرار السليم لاختيار الطاقم لو أنا إيدي بتتريعش قوي والطاقم بيقع مني على طول ومش بعرف أنا أتضفه وعندي مشكلة لإني مسن مثلاً هختار أنهي هختار طاقم الأسنان المطاطي المرين لأن نسبة الكسور فيه لما بيقع بتبقى أقل شوية من طاقم الأكريلي كريزن طيب لو أنا شخص ببص للحاجة العملية ولنفسي تعيش معايا عشر سنين لو أنا اهتمت بيها وعملت لها صيانة مش عايز أغير كل شوية الطاقم أو كل أربع خمس سنين أروح للطبيب وأعمل مقاسات وأعمل الطاقم والخطوات وأصرف فلوس كتير يبقى أنا هنا هشوف طاقم الأسنان الأكريلي كريزن العادي هو اللي بيعيش فترة أطول طيب امتحناتها هي لو أنا مثلاً في ضيقة مادية أو عايز مثلاً أشوف حاجة الأرخص بالنسبة لي أو مش عايز أصرف فلوس كتير في الوقت الحالي يبقى أنا طبعاً هبص على طاقم الأسنان العادي الأكريلي كريزن لأنه أرخص في السعر من طاقم الأسنان المطاطي المرين وهكذا جينا لنقطة مهمة إيه هو طاقم الأسنان المطاطي المرين السيليكون النوع المتطور منه أو الحديث منه هو يسمى الجيورة فليكس الجيورة فليكس ده نوع من أنواع طاقم الأسنان المطاطي المرين المتطور اللي بيتغلب على كل مشاكل طاقم الأسنان المطاطي المرين وفي نفس الوقت بيديني مميزات الأكريلي كريزن العادي يعني هنلاقي إنه هو حنين على اللاثة وطاري ومطاطي وفيه جزء من المرونة وما بيتكسرش بسهولة وكل الحاجات المميزات الجميلة للطأم الأسنان المطاطي المارن والأكريلي كريزن إلى جانب إنه هو بيتغلب على مشاكل الطأم المطاطي التقليدي العادي يعني بيقبل الإضافة بيقبل الإصلاح بيقبل التبطين أتمنى تكونوا استفدتم من حلقة النهاردة المقارنة اللي أنتو طلبتوها مني لو في حد عنده أي سؤال أو استشارة طبية بيكتبها في التعليقات برد على كل استشارتكم واستفسارتكم الطبية بفكركم برضو إني بطلع معاكم من حين لآخر بث مباشر بكون معاكم على الهواء مباشرة لإجابة أسئلتكم أهم حاجة ما تنسوش اللايك أو الدعم للحلقة عن طريق إن انتو تعملوا إعجاب بالفيديو ومشاركته في وسائل التواصل الاجتماعي مش هطول عليكم بتمنى لكم متابعيني دايما دوام الصحة والعافية وشوفكم في حلقة قادمة إن شاء الله